سلبيات الاجتماعات سلبيات لـ Disadvantages of meetings طبعاً مدام هناك مزايا للاجتماعات هناك مساوية Advantages and Disadvantages من هذه السلبيات أولاً إذا سيطرت على الاجتماعات الأغراض والمصالح الشخصية المحسوبية تكون النتيجة هذر للجهود والوقت والمال وعدم الوصول إلى قرار صحيح وبالنهاية هو تعتبر الاجتماع وسيلة للتنافر وعدم الوفاق والخروج بنتائج إيجابية قد يكون أيضاً من السلبيات عند احتدام النقاش لما يحتد النقاش واختلاف وجهات النظر بين الأعضاء يلجأ المجتمعون إلى الحل الوسط للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة بشان عدم التحيز يعني لما يحتد النقاش يصرف المشاركون الكثير من الوقت في وجهات نظر مختلفة ولم يتفكوا على حل معين هنا يلجأ الرئيس إلى الحل الوسط طبعاً هذا موضوع ليس بصحي الاختلاف في المستويات الثقافية والوظيفية طبعاً المستويات تختلف الثقافية الناس مستوياتهم العقلية الفكرية تختلف الوظيفية تختلف شيء من الإدارة الوسطى شيء من الإدارة العليا شيء من الإدارة التنفيذية هذا يشكل عائق كبير في الاتصال يؤثر أيضاً على تفاعل الجماعة العكسي فالأشخاص الذين يحتلون المراكز الوظيفية العليا يميلون إلى التسلط والتحكم للنظام الدكتوري في الاجتماع والتحدث لمدة أطول ومن يمنعهم كما أن أرأهم غالباً ما تحظى بالتأييد والكبول قد يكون هناك مداهنة من قبل بقية الأعضاء إذن هذا عائق أو سلبي أيضاً افتقار رئيس الاجتماع إلى المهارات الكيادية القائد ليس قائد القائد لا يصلح للكيادة هنا المشكلة إذن الاجتماع سلبي إذن لم نخرج بنتائج ليش؟ لأن الشخص غير قيادي غير مؤهل وضع الرجل مناسب في المكان المناسب وهو ليس بمناسب إذن افتقار رئيس الاجتماع إلى المهارات القيادية في إدارة النقاش وعدم إلمامه باللواع الداخلي التي تحكم وتضبط الاجتماعات قد يدفع أيضاً بعض الأعضاء إلى السيطرة على جو الاجتماع وقد يفشل الاجتماع هو سيفشل أو انصراف انتباه الأعضاء عن المواضيع الرئيسية المطروحة وتدول المواضيع ثانوية عائلية الشخصية إذن هذا يؤدي إلى الشوشرة والفوضى مما يفقد الاجتماع أهميته في تحقيق أهدافه ويفقد رئيس الاجتماع شخصيته هو غير لائق أيضاً إن السلوك رئيس الاجتماع والشخصيته قد ينعكسيان على قيم الاجتماع والنتائج المتوقعة طبعاً سلوك رئيس الاجتماع رئيس الاجتماع هذه النقطة إيش لها علاقة بالنقطة التي قبلها كيف رئيس الاجتماع إذا لم يكن له شخصية قيادية كيف سيقود الاجتماع كيف سيقود مجموعة من المفكرين هذا صعب وبالتالي ينعكس ذلك سلبي على الاجتماع إذا كان الرئيس ينتهج أسلوب ديكتوري متسلط مستبد ربما يقود أيضاً إلى شي سلبي بقية الأعضاء لم يشاركوا بالشكل المناسب في إدلاء الرأي وتبادل وجهات النظر المختلفة إذن هنا شي سلبي سواء كان رئيس الاجتماع قيادي ديمقراطي أو ديكتوري يجب أن يكون قيادة معقولة ما بين وبين إذن هذه هي السلبيات طبعاً يجب التنوي إلى أن هناك فرق ما بين السلبيات والعوائق في موضوع الاجتماعات فالسلبيات ما تم تداوله أما العوائق فيمكن أن نختصرها فيما يلي وبشكل سريع عوائق الاجتماعات من هذه العوائق أولاً عدم توفر التمويل اللازم إذ أن وفرة المطلبات المالية يعد ضرورة أساسية لتحقيق الاجتماع ونجاح الاجتماع ثانياً عدم توفر إمكانيات مادية للاجتماع إذ أن وفرة المطلبات المادية الأمور المادية المالية يعد ضرورة أساسية لتحقيق الاجتماع ونجاحه لأن كل اجتماع له مستلزمات ثالثاً عدم توفر أو توفر المعلومات اللازمة للاجتماع إذ أن وفرة المعلومات المناسبة وفرة المعلومات المناسبة يعد ضرورة أساسية لتحقيق الاجتماع ونجاح هذا الاجتماع رابعاً عدم وجود أو غياب أهل الخبرة والاختصاص هذه من العوائق خامساً عدم وجود الوقت الكافي لعقد الاجتماع سادساً عدم رغبة المسؤول في عقد الاجتماع سابعاً عدم رغبة الأعضاء في عقد الاجتماع موسيقى